الفوطة البس تقليدي معروف في بلادنا وما زالها متوفرة حتى اليوم في تصدير العروسات الإنسانية والقبيرية هذه القطعة على القماش جتنا من أبعد العصور وهي من أقدم البس الإنسانية في كل الثقافات ما قبل التاريخ كانت الفوطة مخدومة بالجلد ولا منسوجة بألياف نباتية طويلة ولا قصيرة كان يلبسوها كرجال كنسة وفي عدة إنحاء العالم من بعد مع تطور الخياطة والقش بقات الفوطة مستعملة غير عند النساء في الشرق الأوسط الهند وإفريقيا وكلمة الفوطة على حسب بعض المؤرخين كانوا يقولوا بلي أصلها هندي في الجزائر قون سيستعملوا الفوطة باش يزينوا بها تبديلت العروسة ولا باش يستروا الواحهم كي يخرجوا لبرة كانوا يلبسوها غير مثل متزوجات يحزموا بها في نهار السبوع دي العرسهم وفي نهار الحزام هادي اليوم كان مهم جداً على خطر الشابة الصغيرة كانت تولي فيها مرأة الفوطة نلقاها ديما مخدومة بقماش مخطط على خطر يقولوا بكري بلي هاد الخطوط تبعاد العين خاصة على النسوان كيخرجوا من الدار باش يروحوا الجنان ولا يعمروا الماء القباية اللي اسموها تحريمت الفوطة معناها الحرمة كانوا يخدموها بالصوف والقطن وكانت واحدة مخيطة بالحرير يلفوا فيها المزيود الجديد الأمهات كانوا قاد يستعملوا الفوطة باش يهزوا بها وليدتهم على دهورهم العويد قد الصغار اللي مازال ما تزوجوش كانوا يلفوها على كتفهم ولا على غيصانهم نبيل القرن 15-19 كانت تلفوطة قطعة تمينة جداً من تصير طلع روصة في مدن تلمسن والعاصمة كانوا يخيطوها بالحرير وخيط الدهب حتى سموها الفوطة المتقلة بعد قرن من الوجود في تقافتنا بينتزيان وسطها اختفت الفوطة بالعقل بالعقل من حياتنا اليومية وبقت موجودة غير تصدير طلعروصة المسانية والقبائلية أما في العاصمة نساوها تماماً الفوطة جزت هكذا عبره التاريخ وزينة البس قليدي بلونها وقمشها الخاص ومخطط ومنحكي الازمان محلاها كل بس تخلي كل مرة زين الجلسة وعليها الخموس والخمسة اشتركوا في القناة